عاماني عن اعتلاء عبد المجيد تبون كرسية رئاسة الجمهورية، تمكنت الجزائر خلالهما من تحقيق أهم التوازنات الكلية، التي مهادت لتشكيل قاعدة صلبة للانتقال إلى إصلاحات هيكلية هامة السنة المقبلة. وفي ظل ظروف صحية استثنائية ومعطيات اقتصادية صعبة، استطاعت البلاد في أول سنتين من عهدة الرئيس تبون المحافظة على مؤشرات الاقتصاد الكلي في خانة الاستقرار في توجه إيجابي مدعوم بتحسن أسعار النفط في الأسواق الدولية. بلغة الأرقام، يثبت مصار 24 شهراً، التي قضاها الرئيس تبون بقصر المرادية عن تجاوز مرحلة حرجة عصفت بالاقتصاد الجزائري بفعل هواجس تآكل احتياط الصرف وتعظم فاتورة الواردات في ظل النظام السابق لتنتقل البلاد إلى مرحلة الإصلاحات الهيكلية التي شهدتها التجارة الخارجية ما سمح للجزائر بتحقيق توازنها المالي والحفاظ على احتياطاتها من النقد الأجنبي دون تسجيل أي عجز في الميزان التجاري. ولأول مرة في تاريخ البلاد، بلغت قيمة الصادرات خارج المحروقات حاجز أربعة ملايير ونصف المليار دولار فيما سجلت البلاد فائداً تجارياً لأول مرة منذ سبع سنوات، بأكثر من مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي. أرقام مشجعة، تتوقع سلطات الجزائرية تعزيزها خلال السنة المقبلة ببلوغ نسب النمو 3.3% في 2022. توجه اقتصادي إيجابي كان له الأثر المباشر في دعم استقلالية القرار السياسي ودعم المواقف السيادية للدولة الجزائرية وتحقيق الندية في علاقتها الدبلوماسية مع باقي الدول والتحالفات الدولية بفتح ورشة مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ورفض رهن سيادة القرار الاقتصادي باللجوء للاستدانة الخارجية.